بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيدة بلقاء معكم من جديد متابعية الأوفية وصفتنا اليوم على قناتي الأولى للطبخ وصفة جد مميزة ورائعة الأرز بالحليب على الطريقة المغربية لنبدأ على بركة الله أضع طنجرة على نار متوسطة وأضيف واحد لتر من الماء ما يعادل أربعة أكواب أو ست كؤوس بقياس كأس العنبة وأضيف مائتين وخمسون جرام من الأرز العادي القصير الحبة أو الأرز المصري ما يعادل كوب أو كأسين بقياس كأس العنبة والتنكيه يبقى حسب الرغبة سأضيف هنا عود من القرفة الدارسين وقطع من قشر الليمون الحامض كذلك يمكنكم إضافة بعض حبات القرنفل أو ماء الزهر الفانيلا أضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح ويمكنكم التعديل في الكمية وأترك هذه المكونات حتى تصل إلى درجة الغليان بعد ذلك أخفض من درجة حرارة الموقد إلى منخفضة تنطيب الروز على نار مهيلة مع التقليب من حين إلى آخر حتى لا يلتسق معنا بقعر الطنجرة مدة الكاملة لطهو الأرز تستغرق من نصف ساعة إلى 35 دقيقة كما تراحضون معي فحبات الأرز أصبحت متفككة غير متماسكة هذا هو القوام الذي حصلنا عليه أضيف هنا نصف لتر من الحليب ما يعادل كوبين أو ثلاث كؤوس بقياس كأس العنبة الحليب يجب أن يكون بدرجة حرارة المطبخ وأضيف ملعقة طعام من الزبدة تزيد من القوام الكريمي للأرز أقلب الأرز من حين إلى آخر حتى يصل الحليب لدرجة الغليان يقدم هذا الطبق كوجبة عشاء خفيفة دافئ أو ساخن بعدما أن يصل الحليب لدرجة الغليان أضيف ثلاث ملعقة طعام من السكر الخشين السندة وهي اختيارية ويمكن تعويضها بالحليب المخلى المركز الأرز على الطريقة المغربية فهو طبق وليس بتحلية كما يقدم في الكثير من مناطق المغرب على مائدة الإفطار يوم العيد بعد مرور دقيقتين أطفئ الموقد الأرز بالحليب على الطريقة المغربية جاهز يقدم مع قطع من الزبدة أو القليل من زيز الزيتون بصحة ورحة إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب لا تنسوا المشاركة والاشتراك لا يستفسار أو اقتراح أن أرهن إشارتكم والسلام عليكم